السؤال اللي بعد كده بيقول هل يجوز إني أروح صلاة التهجد في المسجد لوحدي أنا بنتي وسني 29 سنة هي بتسأل إني هل يجوز إن أنا أصلي التهجد في المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعه إيماء الله ما سأجد الله فيجوز دي كدن أنت تروحي تذهب للصلاة في المسجد وليس هناك قيد في هذا الحديث لتقييد الذهاب إلى المسجد مثلا بصلاة بصلاة النهار أو بصلاة الليل ولكن الأمر على إطلاقه فيجوز إن أنت تروحي صلاة التهجد بالليل بس هي في نفس الوقت إحنا عندنا شوية أمور لابد إن إحنا نراعيها نراعي إن المكان والحمد لله البلد أمينة بس نراعي إن يكون المكان مناسب إن أنت تروحي تصلي هناك ليه طيب لإن لو مش مناسب لإن رحت مكان ما فيهوش مواصلات رحته فممكن تتعرض لخطر لا خلينا نصلي في البيت لو كان المكان غير مناسب وغير مؤهل لكن لو إن المكان معد وجاهز إنه تصلي فيه أه طبعا بلا شك يجوز إن أنت تصلي فيه ولا عبرة بيكونك أنت مش متزوجة أو متزوجة ولا عبرة بسنك قد إيه ولكن المسألة إن يكون مكان آمن وإن يكون الكلام كمان محقق للمقصود الشرعي من مسألة صلاة التهجد ترجمة نانسي قنقر